سقف المخلوقات ما هو؟ سقف المخلوقات سقف السماوات وسقف الأرض وسقف الجنة سقفها ما هو؟ العرش والله فوق عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وجون بلفظة قالها شاعر نصراني الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي من مذهب أهل السنة وأصولهم أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية التي جاءت في الكتاب والسنة ويتجنبون الألفاظ البدعية لأن دلالات الألفاظ واسعة فهم يلتزمون بألفاظ الكتاب والسنة وإذا جاءهم لفظ غير الكتاب والسنة فهم يستفصلون ما مرادك؟ مثل الذين يقولون إن الله ليس في جهة وهم يريدون في العلو الله في جهة العلو الله فوق سماوات بائن من خلقه الرسول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لما أتته الجارية وأراد واحد من الصحابة أن يعتقها فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها أين الله؟ جارية قالت في السماء قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة أعتقها فإنها مؤمنة وهؤلاء أهل البدع وهذا الضلال يقولون الله ليس في جهة ينفون عنه يقولون لأن الجهات كلها مخلوقة فإذا قلنا أن في جهة العلون وأنها في جهات مخلوقة والله منزع شوفوا أتوا بلفظ بدعي ليردوا به نصوص الكتاب والسن والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى ويقول عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويقول تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرضعه وعندما تقول سبحان ربي الأعلى وهو الذي في السماء إله يخافون ربهم من فوقهم فهو إله ومعبود في الأرض ومعبود في السماء تبارك وتعالى وهو عال على عرشه فوق سماواته فمثل هذه الألفاظ البدعية أهل السنة يستفصلون منها ما مرادك بالجهة هو يجيك يقول لك الله ليس في جهة والله ليس له حد والله ليس جسم ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم حتى قال عبد الله بن المبارك وهو إمام من عمة أهل السنة قال مذهب الجهمية أنه ليس في السماء إله مذهبهم يقول إلى أنه ليس في السماء خالق ليس في السماء رب تبارك وتعالى لأنهم يقولون أن الله ليس داخل العالم ولا خارج طيب وين يقول ربك اللي خلقك أتوا بألفاظ بدعية ليردوا بها ألفاظ الكتاب والسنة فمذهب أهل السنة والجماعة أنهم يلتزمون بالألفاظ الشرعية الواردة بالكتاب والسنة وما جاء من كلمات ومن ألفاظ جاء بها أهل البدع فهم يستفصلون عنها فإن أريد بها حق قبلت وإن أريد بها باطل ردت فهذا مذهب أهل السنة والجماعة وهو أصل من أصولهم فالله في جهة العلو تبارك وتعالى والله لما خلق الخلق خلقهم أسفل منه فهو فوق عرشه سقف المخلوقات ما هو سقف المخلوقات سقف السماوات وسقف الأرض وسقف الجنة سقفها ما هو العرش والله فوق عرشه بائن من خلقه تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى وجون بلفظة قالها شاعر النصراني الأخطل قد استوى بشر على العراقي من غير سيف ولا دم مهراقي قالوا إن معنى استوى معنى استولى إن الله استولى على العرش يعني الله ما كان مستولي ثم استولى شوفوا كيف يلزم منه لوازم باطلة إن هنا إن الله ما كان مستولي على الملك ولا مستولي على العرش حتى خلق السماوات والأرض ثم استولى على العرش هذه هي الكلمات الباطلة لكن أهل السنة من مذهبهم الالتزام بالألفاظ الشرعية الواردة في القرآن والسنة وما قاله الصحابة والسلف الصالح ويردون الألفاظ البدعية بل يستفصلون منها فإن كان حقا قبلت وإن كان باطلا ردت ترجمة نانسي قنقر أمام شكرا